The difference between acute and chronic leukemia سرطان الدم الحاد Acute leukemia سرطان الدم الحاد ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جداً، وقد يهدد الحياة لدرجة كبيرة، ففي هذا النوع يبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الناضجة والتي تدخل إلى مجرى الدم، وهذه الخلايا غير الناضجة تعمل بسرعة على مزاحمة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم، ولا تقوم بوظيفتها في محاربة العدوى أو إيقاف النزيف أو مانع حدوث فقر الدم، ما يجعل الجسم ضعيفاً جداً وغير محصاً. والنوعين الأكثر شيوعاً لسرطان الدم الحاد هما هو مرض سرطاني يحدث بسبب تكاثر غير طبيعي للخلايا الأرومية اللينفاوية في نخاع العظم. يصيب البالغين، وخاصة من عمر الخمسين فما فوق، ويعد من أكثر السرطانات شيوعاً في مرحلة الطفولة، وخاصة ما بين الأطفال من ثلاث إلى سبع سنوات، حيث يشكل ما نسبته ثلاثين بالمئة من الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال. يبدأ هذا النوع من سرطان الدم في الخلايا اللينفاوية B أو T، وهي خلايا دم بيضاء غير ناضجة. يمكن أن ينتشر أيضاً إلى العقد اللينفاوية، الكبد، الطحال. مسببات هذا المرض، كوزيس. الإشعاعات الناتجة من القنابل الذرية على مدار السنين. السموم مثل البنزين. سرطان الدم النقوي الحاد سرطان الدم النقوي الحاد هو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الدم الحاد لدى البالغين. هو مرض سرطاني خبيث، ينتج بسبب تغير في الخصائص الجينية للخلايا الجذعية، مما يؤدي لعدم تمييزها إلى خلايا مختلفة، مثل كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء والصفائح الدموية. وإنما كخلايا بدائية تعرف بالخلايا الأرومية. يميل إلى التقدم بسرعة، ويمكن أن يؤثر على أي من مكونات الدم. مسببات هذا المرض، كوزيس. أسباب وراثية تمت ملاحظة أن بعض الأمراض يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن هذه الأمراض متلازمة دون. التعرض للإشعاعات التعرض لأنواع معينة من أدوية العلاج الكيماوي. سرطان الدم المزمن كرونيك لوكيميا هذا المرض يتطور ببطء واتفاق متدريجياً، وقد تحتاج الأعراض لفترة طويلة قبل أن تبدأ بظهور. وفي بعض الأحيان، يتم تشخيص سرطان الدم المزمن من خلال الفحص الروتيني قبل حتى ظهور أي أعراض. وهذا لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها، مثلها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية قبل أن تبدأ بالتفاقم. والنوعان الأكثر شيوعاً لسرطان الدم المزمن هما سرطان الدم اللينفاوي المزمن CLL سرطان الدم النقوي المزمن CML سرطان الدم اللينفاوي المزمن CLL هو مرض سرطاني يصيب الخلية اللينفاوية من نوع بي، يصيب البالغين، وخاصة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين الستين إلى الثمانين عاماً. الأعراض Symptoms من أهم الأعراض التي يمكن ظهورها بعد تطور المرض تضخم الغدد اللينفاوية التعب الشديد الحمى فقدان الوزن ألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن، والذي قد ينتج عن تضخم التحال والتعرق الليلي سرطان الدم النقوي المزمن CML هو مرض سرطاني يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم من أهم علامات هذا المرض وجود طراب وراثي خلوي يسمى بكروموسوم فلاديلفيا PH كروموسوم وهو عبارة عن انفصال الكروموسوم رقم 22 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 9 وانفصال الكروموسوم رقم 9 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 22 الأعراض Symptoms من أهم الأعراض التي يمكن ظهورها فقدان الوزن الشحوب ضيق النفس نزيف لعدم فعالية الصفائح الدموية آلام العضلات والحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر